واحدة من التصريحات المهمة لشخص الرب يسوع المسيح عندما ذهب ليقيم ألي عازر من بعد ما أنتن أربعة أيام فقال لمرثى أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ هذا كان سؤال يسوع لمرثى طبعاً قد أنتن لأن له أربعة أيام فعندما قال لها ألم أقل لك إن آمنت وهنا أريد أن أوجه كلامي إلى المشاهد أن يؤمن بشخص الرب يسوع المسيح أنه المخلص الوحيد وأنه إله القيامة الذي نهض من بين الأموات وجلس عن يمين العظمة له كل المجد فهنا يعلن المسيح عن ذاته أنا القيامة وكلمة أنا لا ما بتلبأ لأي امرئم في الوجود لا نابليون قال ولا كارل ماركس قال ولا كانت قال ولا أي عظيم ولا أي نبي ولا أي إديس ولا أي مؤمن إلا الذي هو الذي كان ماضي والذي يأتي له الكائن والذي كان والذي يأتي وهون بيت الأصيد القادر على كل شيء فقال له نزيح الحجر هذا يعني أن هناك عملا على المؤ على الإنسان أن يقوم به يعني لمن يدعيك الرب للخلاص عليك أن تلب النداء تقول له نعم فقط لأنه أكمل العمل على الصليب بدليل دخل إلى الأقداس مرة فوجد لنا مع أحلاك كلمة لنا فوجد لنا فداء أباديا فالفداء ليس زمني أو وقتي لكنه إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين عندما زاحوا الحجر قال المسيح كلمة له المجد قال له لعاظر هلما خارجا لو لم يسمي يسوع المسيح لعاظر لكان كل الأموات في القبور قاموا لكن حدد المسيح لعاظر قال له نحلوه ناس بربطونا و الله بحلها قال له نحلوه و دعوه يذهب و أنا هيك صار معي أسيس كان عمري 18 سنة لما نقبلت الرب يسوع المسيح له كل المجد أخي المشاهد هيدا اختباري أنا بقول يا ريت اختبرت الرب قبل 18 سنة أجمل حياة أقدس حياة أمجد حياة هي الحياة مع الرب يسوع المسيح أتمنى ورجائي في الرب أيها الأخ المشاهد أن تطلب الرب الآن وتقل له يا مخلص خلصني أنا هيك عملت ركعت أسيس قلت له يا يسوع إذا أنت بتخلص خلصني هلأ مد إيده عزبيلي وشال إنسان مثلي من 18 سنة كان عمره وإلى الآن أجمل حياة له كل المجد وأنا الآن ابن القيامة وابن الرجاء وابن الأبدية كما أنت وملايين من المؤمنين على مساحة الكرة الأرضية مثل ما وصف نفسه يسوع في سفر الرؤية وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين لربما أثار هذا الشيء في داخلك حب إنك إنك تأتي إلى المسيح لأنه بقوة القيامة مكتوب ولدنا ثانية ولدنا ولادة روحية من فوق مولودين بكلمة الحق فمثل ما اختبر الأسيس جورج لما كان عمره 18 سنة ممكن أنت اليوم تختبر نحن لا نتكلم على عقيدة ولا نتكلم على الطايف ولا نتكلم ما خلفتك أو مين أنت هذا الكلام لكل المشاهدين بغض النظر ما ديانتك ما خلفتك كنت مسلم درزي بهائي شيعي سني أحمدي مسيحي بغض النظر بغض النظر شو طايفتك إنجيلة بروتستانتي أرتودوكسة كاتوليكة كل واحد لازم يختبر يسوع المسيح والدعوة مقدمة الدعوة مقدمة لكل شخص إنك تدعو المسيح الحي إلى حياتك اشتركوا في القناة